السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا وسوف نتعرف اليوم عن معنى المضيف أو مضيفة الطيران في المنام مضيفة الطيران أو المضيف الجوي لهم مدلول إيجابي في المنام وذلك لعدة عوامل أبرزها الدلالة اللفظية للكلمة حيث يقترن المضيف بالضيافة والترحيب والرعاية أو العناية بضيفه كما تحمد المضيفة في المنام وفقا للدلالة الوظيفية للرمز حيث تقترن هذه الوظيفة بالمحافظة على سلامة المسافر والصهر على أمن وراحته كل هذه الخصائص أو العوامل تجعل من مضيفة الطائرة أو المضيف الجوي رمزا إيجابيا في الحلم تركيبة اللفظ في حد ذاته تعد عاملا أساسيا في تفسير الأحلام إذا رأيت في منامك كأنك مسافر ورأيت مضيفة أنيقة السوب جميلة المظهر تستقبلك بحفاوة وترحيب فذلك تأويل أنك بصدد تجاوز مرحلة هامة في حياتك وأنك سوف تصادف شخصا يقدم لك المساعدة للوصول إلى هدفك والخير في الرؤية أن تكون المضيفة معروفة للرأي مثل الصديقة أو الحبيبة أو الزميلة أو الجارة ابتسامة المضيفة في المنام تعد بشارة وهي في التأويل دنيا مقبلة ويمكن للرأي أن يستأنس بدلالة اسمها ومثل تلك الأسماء الحميدة، سعات، فتحية، نبيلة يحمد في التأويل رؤية المضيفة التي ترتدي الحجاب فذلك تأويل حفظ وأمان أما المضيفة التي تظهر في الحلم شديدة التبرج أو تلبس سياب قصيرة غير محتشمة فقد ترمز في الحلم إلى الفتن والأهواء التي قد تصيب التعب تفسير مضيفة ومضيفة طيران للعزباء هي في التأويل مقرمة لأن الضيافة قرم وقبول فإذا رأت العزباء كأنها تركب طائرة ورأت كأن المضيفة تستقبلها بحفاوة وتجلسها على المقعد فذلك في التأويل خير مقبل بإذن الله فإذا كانت الفتاة الميزة أو طالبة جامعية ورأت في الحلم كأنها المضيفة ترعاها أو تعتني بها فذلك تأويل سيرا طيب لظروف الدراسة أو الامتحانات فإن كانت الرأية قد أتمت دراستها وهي بصدد البحث عن عمل فالمضيفة حينئذ تدل على الوظيفة لتقارب اللفظين في الرسم والمعنى أما مضيف الطيران في منام العزباء فهو رمز للحظ السعيد خاصة إذا ظهر في الحلم مبتسما أو مستبشرا ويمكن كذلك الاستدلال عن معنى ظهوره في الحلم بواسطة اسمه فإذا كان شخصا معروفا ويمكن كذلك الاستناد إلى الكلمات أو العبارات التي يدلى بها في حديثه لأنها قد تكون المفتاح لفهم المعنى من الحلم وأغلب الظن أن المضيف في الرؤية قد يبشر الرأية بأخبار أو أحداث سعيدة فإذا رات العزباء في منامها كأنها تتزوج مضيف طائرة فذلك تأويل نجاح في أمر تسعى إليه منذ أمد بعيد وقد يدل المضيف كذلك على السفر أو التنقل من مكان إلى آخر والأفضل في الرؤى والأحلام أن يظهر المضيف بزي أنيك فإن كان وسيما دل للعزباء على حظ سعيد فإن أقرمها بلطف وعبارات جميلة دلت الرؤية على سماع خبرا سعيد تفسير رؤية المضيف أو مضيفة الطيران في منام الرجل كلاهما في الرؤية محمود إلا أن المضيفة في منام الرجل تعد بشارة خاصة إذا كانت إطلالتها في الحلم جميلة وأنيقة فإن ابتسمت دلت على حظ سعيد وهي كسائر النساء تعبر في الحلم عن الدنيا فإن رأى الأعزب في منامه كأنها قد تزوج مضيفة فذلك تأويله صريح ويدل على إمرأة في حياته تسعى إلى إرضاءه والعناية به والمضيفة قد ترمز كذلك إلى الحبيبة التي استعصى على الرأي الزواج بها والأصل في هذا التأويل أن المسافر لا تعاوده رؤية المضيفة ذاتها إلا نادرا يحمد في المنام أن يرى الرجل المتزوج في منامه كأن زوجته أصبحت مضيفة طيران فإن هو رأى ذلك الحلم يعبر عن معاملة طيبة من قبل زوجته في اليقظة فإن كان على خلاف أو خصومة فإن رؤيتها في هيئة مضيفة تعبر عن الصلح القريب بينهما إذا رأى الرجل في حلمه كأنه أصبح مضيفا أو يعمل في شركة طيران فذلك تأويله حسن ولعل الحلم يبشر صاحبه بوظيفة مرموقة أو ترقية أو شيئا من هذا القبيل لأن كل الأحلام المتصلة بالطيران والجو تعبر عن الرقية والنجاح وعلو الشأن أو بلوغ أقصى الأمنيات تفسير رؤية مضيفة الطيران أو مضيفة الطيران للمرأة الحامل إذا رأت الحامل في منامها كأنها تركب طائرة فذلك في التأويل سلامة وأمان وذلك لأن الطائرة في اليقظة هي أقصر وسائل النقل أمانا وسلاما فنادرا ما نسمع عن حوادث الطائرة مقارنة بحوادث السيارات والكتارات والحافلات أما المضيفة في منام الحامل فهي بمنزلة الممرضة لأنها في اليقظة تساعد الأشخاص وتعمل على راحتهم وخدمتهم وهي في التأويل تعبر عن سلامة الوضع الصحي العام وهي كذلك تعبر عن زوال المتاعب أو الآلام والخير في رؤيتها مستبشرة أنيقة فإن بدت جميلة في الحلم فأنها تعبر عن فرحة وساعدة والمضيفة محمودة في الرؤية للفظها ونبل وظيفتها المتصلة بالبشاشة وعمل الخير وهي محمودة لأنها امرأة والمرأة في التأويل حسنة وقيلة هي بشرة للنساء والرجال على حدا سوا شريطة أن تبدي سلوكا طيبا المضيف في منام الحامل محمود كذلك وهو في التأويل خير أو قبول أو حدث سعيد وكل شيء يقدمه المضيف للرؤية في الحلم هو تعبير عن جزاء أو حسنة ومثل ذلك الأطعمة والفواكه والعصائر ويحمد أن ترى الحامل كأنها تأخذ من مضيف الطيران شيئا تتمنا في يقظتها فإن هي رأت ذلك فإنها قد ترزق بما تتمنى من الأولاد أو البنات وقد يصدق المضيف حين يكلم الرائية في منامه فإن أخبرها بحدث أو أمر سعيد فإن ذلك قد يتحقق بإذن الله تعالى تفسير رؤية المضيف أو مضيفة الطيران للمرأة المتزوية إذا شهادت المتزوجة كأنها تركب طائرة أو تستقبلها المضيفة ببشاشة فذلك تأويل حسن فإن كانت مريضة في الحلم يعبر عن الامتسال للشفاء أو التعافي وإن كانت مديونة فإن الرؤية تبشرها بسداد الدين أو قضاء حاجة فإن كانت مغتربة أو مسافرة ورأت كأن المضيفة تستقبلها ببشاشة فذلك تأويل زهاب للهم أو الكروم ربما دل لقاء المضيفة في الحلم على لقاء شخص عزيز ويحمد في ذلك السياق من التأويل أن ترى المتزوجة كأن تحضن المضيفة أو تقبلها فإن قدمت لها مضيفة الطيران طعاما تحبه فذلك في التأويل رزق فإن أهدتها شيئا سمينا تتمنا في اليقظة فتلك أمنية في قلبها تتحقق فإن أعطتها المضيفة رسالة فذلك في التأويل خبر سعيد ويحمد أن ترى المتزوجة كأنها تعمل مضيفة على موتن طائرة فإن رأت كأنها تلبس سوبا أنيقا مثل لباس المضيفات تأويل وظيفة جديدة أو ترقية إن رأت المتزوجة كأن ابنتها تعمل مضيفة طيران تأويل نجاح أو طموح يتحقق لأن كل وظيفة متصلة بالطيران والجو هي في التأويل رمز للنجاح والتألق ويحمد في تفسير الأحلام وتعبير الرؤى أن ترى المتزوجة أن زوجها أصبح طيارا أو مضيف طيران لأن المهنة الراقية والنبيلة تعبر في الرؤى عن الرقي والسداد وبلغ الأماني وإلى هنا تنتي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا